السلام عليكم جميعا ويعطيكم العافية يلا نكمل الموضوع تبعنا عن الجينوم ربليكيشن and the جين اكسپريشن زي ما فهمنا الموضوع بالمر الماضي بتمنى تكونوا درستو كويس هلأ صارد وقت انه نمر على السلايدات ومرور سريع حتى اوفر عليكم وقت رح امر على السلايدات بشكل سريع واعلم اي اشي مشهر احنا قبل تمام ما بدي اقرأ السلايدات كاملة اوكي اول شي هاي السلايد بحكي لكم عن ايش بحكي لكم عن اللي هو اللي هو البلايت مور انه اول شي كان عبارة عن 6 جروب بعدها صاروا 7 جروب ضفنا لهم اللي هو هبدنا فيروس اللي هم فيروس الهباتايتس بي تمام بعدها بحكي لنا انه انا ما احكي عن جينوم ربليكيشن and جين اكسپريشن انا حق اضمن الربليكيشن اللي هي المضاعفة والدابليكيشن والإكسپريشن هي عملية تكوين ايش عملية تكوين البروتينات هون بحكينا عن دبل سترند الدي انا كله شرحنا Single-stranded positive sense DNA برضو كمان كل شرحنا بس بدي منكم تضيفوا لي من الأمثلة الparvovirus الparvovirus مو مكتوب بالسلايدات بس الدكتوري بيسأل عنه أو يعني بيحكي بالمحاضرات حكا عوائتنا وحكا عوائتكم ممكن يجيب لكم يا يقول لكم هذا المثال على شو طيب في عنا هاي السلايد بيحكي لكم عن الروتا فيروس إنه هو سبثمي للريو فيروس الروتا فيروس مهم جدا تكونوا عارفين الكلينيكل سيناريو تبعته طفل يجعلك طفل عمره سنة عمره بالأشهر مثلا هاد الطفل حرارته عالية تمام يجاك بشهر الشيطة نقول مثلا عنده حرارة عم بستفرغ عم عنده إسهال شو بتتوقع يكون الفيروس اللي صعبه غالبا بيكون هو الروتا فيروس فمعلومات الروتا فيروس دكتور ضفلكم إياهم هو أكتر شي بيصيب بعمر أول سنتين بيكون بيظهر طبعا هاد الفيروس بالوينتر شهر الشتاء بس بيجي المريض عنده ديارية إسهال أنا لش بخاف منه لأنه من كتر الديارية من كتر الإسهال ومن كتر فاقدي سواء بس إنه بخاف المريض يصير في عنده ديهايدريشن ديهايدريشن تمام فلو صار عندي ديهايدريشن ممكن يؤدي هاد الاشي للموت فنحن منخاف الروتا فيروس is the most common cause of the gastroenteritis هاد اشي هاد اشي حتدرسوا عنه هو يعتبر segmented genome هو يعتبر segmented genome حكيناش عن segmented genome تمام هو ومين كمان الانفلونزا فيروس تمام الفاكسين ممكن إله مطعوم يسئله اللي هو live attenuated vaccine بيجيبوا الفيروس نفسه هو عايش وبيحقنوه في الإنسان تمام فالجسمي بيصير يعني يواجهه وبيكون مناعة ضده وانتي بديز ضده تمام وهو من ضمن national vaccine program من ضمن البرنامج الوطني الإجباري للأطفال لازم ياخدوا الفاكسين تبع الروتا فيروس هو والبوليوفيروس اللي هو الفاكسين اللي بيعملين لنشارة للأطفال هلأ هون نفس اللي شرحت لكم إياه إنه إحنا ممكن يتكون هنا بوليبروتين هذا البوليبروتين لازم أكسره هاي ما فيه إش جديد الأمثلة مهمة يا جماعة ما ننسى ندرسهم نيجي على single strand negative RNA كله شرحنا الـ HIV حكينا هو deployed إيش يعني ديبلويد يعني عنده تنتين RNA والتنتين هما positive هذا برضو شرحناه بالنسبة للهيباتايتس B قلت لكم إنه الهيباتايتس B بيكون عبارة عن two strand من الDNA ولكن not double strand في part معين ما بيكون complete بيكون partial تمام شو لازم أعمل أول إشي لازم أعمل repair to complete double strand DNA بعده بيعمل عملية transcription تمام بيكون mRNA هذا mRNA بيستفيد منه ليرو على الريبوسومات ويصنع بروتينات أو بيستفيد منه كتمبلت تمام وبستخدم DNA polymerase إنه اعتمدت على RNA لأصنع DNA وهذا شو حكينا عنه reverse transcriptase reverse transcriptase لحتى أصنع بالنهاية اللي هو الDNA مرة تانية وأضاعف اللي هو هذا الجينوم تبع الهيباتايتس بي طبعا إحنا رح نستخدم برضو كمان إنزيم اسمه RNA اللي حتى يكسر اللي هاي المنطقة ويصير اسمه partial double strand DNA هلأ هاي جبت من USMLE اكتب للي USMLE بيحكي لكم إنه أنواع الجينوم اللي بتكون موجودة عندي شو هو الانترميدي اللي رح يتكون عندي احفظوا لمصطلح الانترميدي كويس وشو النتيجة رح تكون رح تلاحظوا إنه نتيجة نفس هالشغلات اللي أنا دخلتها يلا ندخل على HIV life cycle هلأ أوشي يا جماعة هذا الموضوع بيجي عليه سؤال أو سؤالين في الامتحان لازم لازم يجي عليه سؤال أوكي المرة الماضية تركت لكم رابط لفيديو بيشرح لكم عن HIV structure تبعته والreplication تبعته هاجع أترك لكم بصندوق الوصف أرجوكم تحضروه عن جد احضروه هتفهموا الHIV كيف بعمل بشكل رهيب تمام أول إشي رح يصير في عنا عملية اللي هي الاتتاشمنت شو الاتتاشمنت اللي رح يصير رح يجي عنا surface GP glycoprotein 120 الموجود على الHIV رح يجي يرتبط مع مين مع ريسبتري اللي اسمه CD4 الموجود على الT helper cell تمام هلأ مجرد ما ارتبطوا مع بعض رح يصير في عنا يتكشف الGP 21 انسوكم الGP 41 21 يعني ما طرق لها الدكتور رح يتكشف الGP 41 تمام ويرجع كمان مرة يمسك في الكوريسبترز CXCR4 والCCR5 تمام هيك خلصنا مرحلة مرحلة الهي الAttachment بعدها بنعمل مرحلة Pintration دخلنا لجو Pintration بعدها بدي يصير في عنا Uncoating صار عندي Uncoating ظهر عنا Positive Single Stranded RNA بس طالما هاد HIV فرح يكون 2 copies حكي إنا deployed صح ولا لأ وباث of them are positive since زي ما حكينا بالمرات الماضية أنا في عندي هاي RNA وهاي RNA وباث of them are positive بسير أحكي عنهم هادول RNA وأدخلهم على الريبوسوم ليعطينا بروتينات حكينا لا أنا بحاجة لأستخدم إنزيم اسمه RNA dependent DNA polymerase لأكون DNA كذبي حكينا DNA كذبي شو منسميه اللي هو double stranded DNA intermediate intermediate تمام فرح تكون عندنا intermediate هاي RNA وهاي DNA اللي هي تعتبر negative strand من DNA إجت complementary لRNA رح تكمل الخطوات اللي درسناهم فوق إذا بتتذكروهم وبعديها رح نكون يعني رح نكون بروتينات رح نكون genetic material وما إلا ذلك هلأ بعديها رح يصير في عندنا separation ما بين هدول القطعتين رح نفصل صار في عندنا نحن هاي اللي هو RNA وصار في عندي DNA هاي single strand DNA وهاي positive RNA صح ولا لا تمام بحكي لي هاي positive RNA رح يجيها إنزايم قد يجيها إنزايم شو اسم هذا إنزايم اسم الر ناس يعني رح يكسره إلى قطع صغيرة تمام و single strand RNA بحكي رح تروح على تروح تعمل لنا double strand DNA عن طريق إنزيم شو رح يكون اسمه يلا انتو حالكم احذروا بدأ عملها double strand اسمه RNA dependent RNA polymerase صح ولا لا لأنه DNA polymerase لا DNA dependent DNA polymerase هذا هو الإنزام يلي نحن رح نستعمله لحتى نكون إيش بالنهاية double strand DNA كونت هاي double strand الDNA رح تروح على الNucleus شايفين رح تروح على الNucleus رح تعمل لنا integration وتدمج الDNA تباعها بDNA الإنسان الHuman DNA عن طريق إنزام اسمه الIntegrase اللي رح مللنا النهايات اللاصقة الSticky ends فبعد بعد رح رح ينضم الDNA ويصير جزء من مين جزء من DNA الإنسان تمام هاي برضو كمان واحدة من الخطوات اللي الدكتور حكالكم عنها طيب هذا كله شرحنا يعني شرحنا فوق برضو كمان لما درسنا عن HIV أذكركم وندرسنا عن HIV بأي رسمة HIV HIV هاي 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 هون HIV هاي كتير مهمة هاي الخطوات كتير مهمة يعني إلا ما يجعلها سؤال إلا ما يجعلها سؤال فإنتوا بتكونوا خلاص طالما فهمتوا هلأ إن شاء رح تكونوا ضمنينه هلقفيننا بعض الملاحظات نفس الإشيهات دول كلهم إعادة عن أشياء نحنا قردي حكيناهم بس خلينا نعيد مش مشكلة بحكيلي الPositive Single Stranded Positive Sense RNA رح يعمل لنا Complementary Strand اللي هي تعتبر Negative Complementary Strand عن طريق إنزيم شو رح يكون اسم الإنزيم RNA إنه هو RNA Dependent RNA Polymerase ندي أعمل Complementary Strand بنوعها RNA هلأ هذا الNegative Complementary Strand رح نستخدمه كتمبلت لنكون الكثير والكثير والكثير من الPositive Strands تمام هلأ ما هون بحكي إن الHIV شوي مختلف شو بصير عندي في الHIV بالHIV رح يجي عندي إنزيم هذا الإنزيم حيستخدم الPositive RNA Sense تبعت الHIV ويصنعها كتمبلت لنكون إيش لنكون RNA مع DNA صح RNA مع DNA اللي هو ما بسميهم تقريبا الDNA الكثبي تمام فرح نستخدم إنزيم اسمه RNA Dependent DNA Polymerase لأنه صنعنا DNA وهذا المركب بحكي عنه اللي هو الHybrid Hybrid Complex RNA DNA Hybrid Complex بعدها بيجي عندي Reverse Transcriptase Reverse Transcriptase هذا Reverse Transcriptase لا سوري بعدها بيجي عننا Reverse Transcriptase وبيجي عننا RNAs رح يكسر RNAs زي ما حكيت لكم فوق شو بيجي 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 بيمسك RNA بعد يكسر فيها أوكي طيب وبعديها بيحكي لي إيش نفسه Reverse Transcriptase هيجي يستخدم الDNA كStrand لنكمل هاي DNA نحولها من Single Stranded DNA لتعطينا Double Stranded DNA تمام شو اسم هذا الـ Enzyme شو اسم الReverse Transcriptase هاد اسمه DNA Dependent DNA Polymerase استخدمت الDNA لأكون DNA تمام هاي الHIV بسيبكم من هاي الرسمة I think إنها مرسومة غلط Note that the HIV replication occurs وين في النيوكلياس هاي مهمة برضو كمان معلومة بحكي لي هون إنه برضو كمان في عنا إنزيم اسمه Integrase هاد الـ Integrase هعملين integration لا الViral Genome مع Serular Genome تمام وهيك الفايروس اللي هو الHIV بيكون عمل replication بنفس الخلية وهي رح تحول الDNA تبعها لشو لMRNA ومن الرNA رح يتكون عندي رح تروح للSytoplasm من Sytoplasm يروح على الريبوسوم من الريبوسوم سوف يصنع بروتينات تمام الRNA اللي طلع جزء منه رح يصير جينوم لا يدخل في الفايروسات اللي جديدة وجزء منه رح يروح على الريبوسوم لا يصنع البروتينات لا يصنع البروتينات أتمنى هيك الصورة تكون وضحت جارب تكون الصورة وضحت تعالوا نحل هل كم سؤال اللي يجو بالسنوات عشان نختبر حان لو أن فهمين أو لا عشان نكمل اللي سلايدات الثانية السؤال الأول بيحكي لكم which of the following is an example of a double-stranded DNA virus adenovirus الجاب هو c adenovirus ok c which of the following is which of the following statement بدو إياها true صح yes which of the following is true بما يخص ال viral replication a most RNA viruses assemble بتعملين عملية الاسمبل عملية التجميع في النucleus whereas DNA viruses develop solely in the cytoplasm أكيد غلط أكيد غلط هاي بسألها عن الاسمبل اللي إخذناها المحاضرة أول مرة في الماضي DNA viruses must provide virtually all enzymatic and regulatory molecules needed for the complete replication cycle DNA viruses must provide كل enzymatic كل regulatory molecules لا طبعا مش كلهم حكينا ok هي هي شوفها DNA viruses رح تستخدم إنزيمات من جسمي بس برضو كمان رح تطر إنها تصنع هي بنفسها بعض الإنزيمات التانية ok ولكن تصنيعها رح يضل أقل من RNA viruses تمام التصنيع تبعها بيكون أقل من RNA viruses ok نحكي عن C نحكي لكم C the viral positive positive single stranded RNA أنا عندي إيش عندي single stranded RNA وهي positive حلو serves as the template بعتبرها template for complementary my complementary negative strand synthesis using the host RNA dependent RNA polymerase هاي جي من الغلط والسبب إنه إيش لازم هون positive ok لازم هون positive مش negative in a virus with a single stranded RNA genome وهذا single stranded genome إيش مالو شوح نتو negative the negative single stranded is translated into a viral protein هل برأيكم احنا منقدر to translate هذا ال negative إلى viral protein لا طبعا لازم إيش هيتكون positive in a virus with double stranded RNA هاد هايك هو يعتبر double stranded RNA في عنده بالتالي واحدة positive واحدة negative بحكي لل positive RNA strand will serve as both mRNA ورحعتبر ها كمان برضو template ل negative RNA strand synthesis أكيد صح إي إي صح هلا خليني شوي أفهمكم يا جماعة c أوك هي هاي أحكي لكم أنه أنا في عندي virus هذ ال virus شو نوع جين هم تبعه نوع positive RNA single strand حلو تمام واضح يجو هاي بعدين بحكي لي هل هاي أنا بستخدم ها template هاي لها تعتبر template template يعني إيش يعني قالب لا أكون negative strand واصلنا عن negative strand لا طبعا لا طبعا أوك ماشي إحنا نستخدم RNA independent RNA poly مريز هاي صح بس فعليه مش هي template مين التمبلت رح يكون negative هي template لتصنيع الهو positive the positive stranded RNA virus have which of the following characteristics their genome RNA can be translated directly into RNA أكيد صح 100% لهي positive لحكينا positive sense RNA لما تكون هيك يا سلام عسر يروح عالريبوس وما تكون نا بروتينات أوكي جماع لأننا نحكي عن مصطلح نحكي عن المونو سيسترونيك mRNA problem يريد تتركزو معاي كويس لتكونوا عارفين شو عن مونو سيسترونيك mRNA وتعرفوا تميزوا بين وبين الother things لما أحكي مونو سيسترونيك mRNA أو قبل انتو تعرفوا ان الكائنات الحية عنا بروكاريوت وإيوكاريوت تمام البروكاريوت زي البكتيريا الإيوكاريوت زي الهيومن تمام هلأ احنا الهيومن عنا مونو سيسترونيك mRNA أو الفيروس إذا عندها مونو سيسترونيك mRNA شو يعني مونو سيسترونيك mRNA يعني mRNA تبعها كان كري جينيك انفرميشن only for what only for one protein عنده genetic information ممكن تعمل لنا encoding لonly one protein تمام بمعنى آخر رح يصير في عنا single coding region عنا single coding region هاي single coding region إش مالها it is translated into a one specific protein into a one specific protein على عكس مين على عكس polycystronic polycystronic إيش رح يكون في عندي زي هاك شوفوا هاي mRNA كل part منه يعطينا different protein هادو شو بسمي هادو بسمي polycystronic بينما one protein طويل أعطانا one mRNA طويل أعطاني one protein رح أحكي عنه هادو إش ماله monocytronic monocytronic تمام فإذا المonocytronic mRNA معناتها I'm going to make a one monocytronic mRNA pair one protein كل monocytronic mRNA هيعطينا one protein هيعطيني one protein في جماعة المonocytronic mRNA هاي مشكلة موجودة وين مشكلة موجودة في الفيروسات بريكم الفيروسات هتوسقط لأ طبعا الفيروسات كانت قادرة to overcome this problem كيف بيحكيلي لو كان عنا نحنا مثلا طبعا أكتر شيء بتكون موجودة في RNA viruses تمام بيحكيلي لو كان عندي مثلا RNA virus وكان positive positive RNA virus شو رح نعمل بيحكيلي رح أخبر هذا mRNA مش مشكلة انت خليك يعني نقول مثلا انت monocytronic بس الريبوسوم رح ينتج بروتين حجمه كتير كبير هذا البروتين أنا رح أمسكه اسمه polyprotein رح أعمل له cleaving عن طريق البروتياز وأكسر البروتينات متعددة كمان مرة أرسملكم إياها رح أكون large protein هذا large protein هاي أنا عندي mRNA صح هذا mRNA نتج large protein شو رح أعمل رح أعمل له تكسير لأكون multiple protein بمين هاي الخطوة رح نعملها بالRNA يلي بيكون اش ماله positive sense مهم جدا اكتبوها عندكم وهاي تفسير نقطة انه make a large protein and then cut it into a smaller protein زي وين بتصير في positive RNA هاي أول طريقة طيب لو كان negative RNA بيحكي للnegative RNA رح يكون عنده special feature اش هاي special feature انه هاد الرNA رح ييجي حيرطبط مع الريبوسوم internally كيف حيرطبط مع internal الريبوسوم اللي رح يترجمه ل اللي هو مجموعة من البروتينات الريبوسوم الله يرضى عليه رح يختار المكان الصح مثلا هاي أنا الرNA تبعي في مجموعة من زي ما انتو بتعرف الكودات صح ولا لا او مجموعة من شو كنا نسميهم peptides تمام مجموعة من البيبوسوم رح يجي الريبوسوم يختار مكان يرتبط فيه internally ويترجمه لبروتين معين فانا حصت على البروتين انا بحتاجه هاي وين موجودة في سوري في negative RNA في negative RNA very important very important لحتى يتخلص من مشكلة ايش اللي هي مشكلة المونوسيسترونيك طيب خلصت من هاد البروتين عادي بقدر يفك مرة تانية الريبوسوم يجيني هون يصنع للي البروتين تاني يجيني كمان مرة يفك يرتبط هون يصنع للي البروتين تاني عرفتو كيف على عكس البي البي بيجي بدخلي الريبوسوم هون وبيضل يمشي كل ما يمشي بيضل ينتج مجموعة من البروتينات هاد ايش هاد البوليسسترونيك بس هاد مش موجود لا عنا ولا عندي الفايروسات اوكي اذا همشي تكونوا عارفين لي كيف البوزيتف بيتعامل وكيف النيجاتف بيتعامل طيب خلنا نروع الاسئلة اللي بتخص هاد الموضوع لان في اسئلة مرتبة عليه طيب شوفوا هون هاي هون الفكرة نفسها هلا الامرن اي العادي عند الدي اي هون عنا دي ان اي فيروسز هاي شايفين كيف مسكت الامرن اي كان يروح الريبوسوم عند كل مكان يرتبط ما هيعمل لنا بروتين يفك يرتبط ما هيعمل لنا بروتين يفك وهكذا عند البوزيتف اشطرنا نستخدم بروتيازز طيب عند النيجاتف اشطرنا نستخدم اللي هي فكرة انو الريبوسوم يرتبط بشكل انترنل تمام اوكي الموضوع في عليه سؤال هون هاي هدر هون فينا سؤال شو بيحكينا السؤال كيف منحل مشكلة اللي problem تبعت المونسيسترنك في النيجاتف سنس ار اي حكينا النيجاتف كيف منحل النيجاتف هاي ها the viral ار اي has a special feature which enable the ribosomes to bind internally instead at the five prime end واضح نروح على كمان برضو في سؤال تاني هاي شو بيحكينا شايفين دكتور جابت فكرتين مش ولا متطرق لقلهم حتى بالشرح ما حكاهم متبو عليهم in a single stranded positive sense RNA virus like the rhinovirus the monocystronic mRNA problem is overcome by what عندي ال positive كيف بعملها overcoming من المقص صورة المقص cleavage of the polyprotein product by proteases to form a mature individual protein وبرضو كمان هاي كتير مهمة هلا هون عم بعيدو لكم فعليا نفس الأشياء اللي حكينا هون بقولكم عن double stranded DNA viruses انو replication ممكن يكون في nucleos ممكن replication يكون ايش ممكن يكون في cytoplasm فعليا فش اش جديد هاي صورة زي تقريبا صورة لفرجتكم اياها طيب بنسبة لهاي الصورة الدكتور هون رجع عدي لكم ال genetics اللي اخدتوها اللي بتخص ال DNA انو احنا رح نعمل زي النهايات ونستخدم DNA polymerases و helicases و ligases وهاي الاصص انتو اردو ما اخدينها في genetics فان ما بدي اضيع عليكم وقت وبرضو كمان دكتور ما بيجيب عليها لانو عارف الدكتور انو هذا genetics ما بحقل يجيب عليها اسئلة تمام بتعرفوا اشي lagging strand وال leading strand وبتعرفوا انو اللي شو اسمه بتعرفوا انو lagging strand بتبلش من 3 ل 5 وال leading strand بتبلش من 5 ل 3 هلأ رح تلاقوا هون انا كتبتلكم الطرق اللي يقرألكم ياها الدكتور او حكالكم ياها الدكتور you can read it بس يعني ما اتقعيش على اسئلة single strand DNA virus حكينا عنه حكينا عن طريقة replication تبعته حكينا عن double strand RNA virus double strand RNA virus single strand positive RNA برضو كمان درسنا حكينا عن فكرة البولي بروتين لو تكون عندي بولي بروتين هو البروتين اللي كبير لازم اعمالله cleavage cleavage اوكي اكسروا يعني حكينا على single strand positive RNA كمان virus شوفوا كيف ال positive RNA virus كون لي بولي بروتين استخدمت بروتييز لا اقصه اكون ايش ما لهم بروتينات طبيعية شو اسم ال mRNA هادا monocystronic اوكي حكينا عن negative single strand RNA virus تقرؤوا هادا كله لحالكم اوكي ما بدي اضيع عليكم وقت هذا برضو كمان شرح اضافي بحيث لو ما فهمتوا حابين تقرأوا الاشي قراءة كله كله شرحنا يا جماعة طيب خليني نحلها للأسئلة يا جماعة عشان نشوف قصلا دكتور وين بيركز بهاي المحاضر لانو الامانة المحاضرة كتير هيك شوي معقدة وزنخة اوكي سؤال الاول الامانة هادا السؤال بيدمج اكتر من محاضرة وانتو رح تلاحظوا هادا الشي على الدكتور انو اسئلتو مرتد مجد اكتر من محاضرة يعني بتلاقي خيارين من محاضرة اتنين خيار من محاضرة ثلاث خيار من محاضرة اربعة عادي which statement is correct about the retrovirus اش هو الretrovirus ذكر الretrovirus زي مين زي HIV طيب the virons contain two single strands RNA one strand is positive and one strand is negative لا طبعا غلط هما التنتين رح يكونوا positive فأي غلط be the retrovirus cause a cellular transformation هاي لغوها transformation through a toxicogenic viral protein هلا جبنا سير toxicogenic viral protein لا طبعا the virons contain a DNA directed RNA polymerase هلا احنا استخدمنا DNA directed RNA polymerase no استخدمنا انزيم تاني شو الانزيمي اللي استخدمنا استخدمنا RNA dependent DNA polymerase ما كان direct ابدا d بحكي لي انه the protease enzymes activity is essential for the virus infectivity انه يصير infectious طبعا اكدو هاي الجملة اخدناها بالmaturation في الملف اللي اعطتكم يا اول اشي تمام لما حكينا عن maturation احنا نستخدم proteases enzymes بيجو بعدل شوي على الفيروس ليصير mature mature يعني it is infective فالجواب دي صح طيب ان يجي على السلايد هاي بحكي لنا ايش all the human rna viruses code for a polymerase poly merase شو هاد الpolymerase زي rna dependent rna polymerase it is associated مع negative rna viruses negative rna viruses وهاي المعلومة very important بحكي لي positive negative double stranded rna viruses genome all in code rna dependent rna polymerase the reverse transcriptase is associated with the retro virus retro virus retro virus رح يستخدم reverse transcriptase يعني كله بصراحة اشياج من نسيرتها هون مرة تانية جماع بيرجع عيدلكم كيف بصير replication تبع single strand positive rna هون بحكي لكم عن كيف بصير اللي هو نفس الشي single strand بس negative rna وبحكي لكم اسماء الانزيمات اللي بنستخدمهم طالما فيمتوا اللي فوق فيش داعي تقلو هاي الاشياء اشوف لو في اشي كمان ناقص هون بحكي لكم عن ال retro virus ضل عنا اخر موضوع replication challenges for the dna viruses هاي بتجيكم which of the following is a replication challenge for the dna virus a virus dna ننتبه اه طيب هلا شوفوا يا جماعة الخير dna viruses بالعادة بنعرف انه بعمل لنا replication تبعته وين في النucleus صح ولا لا 100% لما يروع للنucleus حكينا هو تقريبا بيعتمد اعتماد شبه كامل على ال enzymes تبعون للنucleus فبالتالي وقت هال ال enzymes رح تطلع رح تطلع بالphase الاسم ال S phase very important رح تطلع في ال S phase فبيقعد يستنى ال S phase لغاية ما ييجي بتطلع هال انزيمات ويبلش هاد ال enzymes يعمل لنا replication و duplication تمام تمام فبيحكي لنا انه it is going to compete for the nucleotide تبعون ال dna اي تبع جسمي انا طيب حتي يعملو لنا replication هو بيدو nucleotides والجسم بيدو nucleotides بوثبذن بيدو nucleotides لحتى يكمل ويعمل لنا complementary تبعون الجينوم تبعو عشان يتكاثر هام example عنا parvovirus والدكتور ضافلكم علي برضو another example ايش حكالكم حكالكم ضيفو عليه single stranded dna virus اه سوري مش ضافلكم علي والله اني صرحلكم شوي عن parvovirus صرحلكم ان هو عبارة عن single stranded dna حكالكم it is the smallest virus ممكن انتو تعرفو smallest virus سجلوها عندكم هاي المعلومات صرحلكم ان هو عبارة عن naked virus فلهيك بدي منكم تراجعين هو حكا كمان خاصي بتخص parvovirus فهلا انتو بتراجعوا اشي خصائص parvovirus عشان يبدو ان الدكتور جايب عليها السؤال تمام هيك بنكون خلصنا المحاضرة انتمنى ما اكون قصرت معكم يا جماعة يعني حاولت بقدر الامكان اسهلكم المعلومات وركزلكم على الاشياء المهمة هاي المحاضرة الامام النزنخة انا غلبتني كتير في تحضيرها بس الحمد الله انه لقيت مصادر عنات فيها صور كتير مهم تعرفوا انه هي اللي بتعطينا البروتينات قد يتكون عنا بوليبروتين كيف بدي اكسر عن طريق بروتيز حكينا كيف بتكون بوليبروتين لانه الاماريني شو نوعه مونوسيسترونيك حكينا عن الديكيش تبعت الديان اي وحكينا عن الار ان اي وحكينا عن حالات استثنائية زي اللي هو الريتروفيروس بري امبورتين تريتروفيروس يا جماعة زي الاتش اي في وبرضو كمان حكينا عن الهبيدنا فيروس اللي هو زي اللي هو الهباتايتس بي لو فيمتوا هالموضي رح يعني خلص ان شاء الله بتقدر جابعي السؤال خلينا نكمل حال الاسئلة بحكينا هنا the intermediate of the positive sense RNA virus اش برح يكون الانترميدي تبعه هو اصلا positive sense فالخطوة اللي هو اللي هو نفسه الMRNA رح يكون لي اش ماله بروتينات فMRNA the positive single stranded RNA need شو نوع الانزام اللي بات اتس need the RNA polymerase the RNA polymerase اوكي سؤال البعده الRNA virus do not have شو الاشي المش موجود عند الRNA virus هلا الجواب الصح هو ايه الend replication problem بصراح الend replication problem الدكتور ما اتطرقلكم فيها ابدا حتى عوقتنا ما حكتلنا وحتى الدكتور ما جابلها بس بشكل عامل end replication problem هي problem بتكون موجودة عند DNA viruses وتحديدا ايثنك انو كان الlinear DNA viruses طبعا هاي replication problem يعني تتضمن الوكازاكي fragments اذا بتتذكروهم تكون هم يعتبر replication problem فهي بالتالي رح تضطر تجيب بنادي انزيمات تانية اللي حلوا لها المشكلة تبعتها هذا القصد في الدكتور خلوها يعني عرفوها اوكي طيب regard the DNA replication all the following is true except يا سلام على الاخطاء يلا هلا الجواب هو متكرر بس هو RNA dependent RNA احنا هذا يعني ما الو علاقة في DNA replication ابدا 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 بالنهاية يا جماعة ان شاء الله ما اكون قصرت معكم وما اكون فيه اشي نسيته او غلطت فيه او كده لو سمحتو هيك بتمنى كل هيك نحكي خمس ساعات تشوفوا الكومنتات لو ضفتلكم اشي عدلتلكم اشي كده وحاول ارود على اسئلتكم بصول الله لانه لانه امتحان مد في اندوكرين يوم الثلاثاء والماد الدسمي احاول اجاوب بس ما بعدكم لانه كمان برضو عند دراسة الله يوفقكم يا رب ويفتحها عليكم وبتمنى انكم يعني استفدتم من فيديوهاتنا وبتمنى تبعتولنا فيدباك عليهم وبرضو كمان لمنزل التقييم تقيمون التقييم شفاف بحيث انه نستفيد ان شاء الله للفترات الجاية وكون التقييم للامان بهمنا الله يوفقكم يفتحها عليكم وحب كبير لكم يا حيا اشتركوا في القناة